مجلس الوزراء يجسد الرؤية الطموحة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نحو تعزيز دور الكوادر الوطنية وإسهامهم الفاعل في تحقيق المنجزات المختلفة ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم كما نقل مدير عامي مكتب رئيس مجلس الوزراء لمنتسبية الدفعة التاسعة تحيات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واعتزازه الكبير بجهودهم المتبيزة التي تعكس روح العطاء والإخلاص للوطن مشيدا المحميد بالجهود الطيبة التي بذلها منتسبوها الدفعة طوال فترة انتدابهم وما قدموهم من عمل وجهد بروح الفريق الواحد والذي أسهم في تحقيق العديد من المشاريع والبرامج والخطط الحكومية وتركهم بصمات جلية تستحق التقدير كما تقدم المحميد بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين على برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية والجهات التي ينتمي إليها منتسبو البرنامج والتي تجسد إيمانهم بدور البرنامج في تطوير الكوادر الحكومية كما أعرب عن تمنياته للدفعة العاشرة من البرنامج بالتوفيق والنجاح لمواصلة تحقيق كل ما فيه خير ونماء الوطن ومن جهته ألقى سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية كلمة نيابة عن لجنة متابعة شؤون خريجي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية أكد فيها أن الإيمان الراسخ لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأهمية تعزيز وتنمية الكوادر الوطنية يعد اليوم أساس تنفيذ البرامج الوطنية والمبادرات التنموية تحقيقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم مشيرا إلى ما أثبتته الكوادر الوطنية عبر الأعوام وبكل جدارة أنها عامل الجذب الأول في اقتصاد مملكة البحرين كما ألقت سارة محمد سعيد من صدوق العمل تمكين كلمة نيابة عن منتسبية الدفعة التاسعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية أعربت فيها عن خلص الشكر والامتنال لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه السمو من اهتمام ورعاية للبرنامج مؤكدة العزم على تسخير كل ما اكتسبه من معرفة وخبرة غلال البرنامج في خدمة الوطن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة